بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله عاجل ملخص قرارات وزير التربية والتعليم اليوم الامتحانات من المنزل ينظم الآن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان القرارات النهائية المتعلقة بتفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراس الأول وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021 وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل الظروف كورونا مشيرا إلى أنه كان أكبر إنجازه والنجاح في عقد امتحانات الثانوية العامة بأمان وقال إن وزارة التربية والتعليم حضرت منصات أو حضرت منصات وقنوات تعليمية لإتاحة التعلم عن بعد وقت الحاجة إلى ذلك وأضاف وزير التربية والتعليم لا يمكن أن يتم التنازل عن تقييم عادل لنقل الطلاب من صف إلى آخر وأعلن وزير التربية والتعليم القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لآخر العام بالنسبة لامتحانات تلاميذ من أول ابتدائي حتى التلاميذ للصف الثالث الابتدائي هناك 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد أما بالنسبة لامتحانات الإعدادية تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام للشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي بالنسبة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي سيتم تأديتها في امتحان واحد يعني هيجمع الترم الأول مع الترم الثاني آخر العام يبقى امتحان الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي امتحان أو هيكون امتحان واحد بيجمع الترم الأول مع الترم الثاني آخر العام أما بالنسبة لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي برضو هيكون في امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط يعني العرب الإنجليزي العلوم الدراسات كل المواد جيكون لها هتكون في يوم واحد فقط وهيكون امتحان موحد وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط يعني النهاردة وان شاء الله هننزل حاليا جدول الصفوف للامتحانات يبقى بالنسبة لمن الصف الرابع حتى الثاني الإعدادي امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط يعني النهاردة قولي إعدادي بكرة تانية إعدادي النهاردة ربع ابتدائي بكرة خمسة ابتدائي بعده ستة يعني يوم لكل فصل دراسي وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالا للتباعد وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول وسنكرر ذلك في آخر شهور مارس وأبريل ومايو ليتم إلغاء امتحان الترم الثاني لهؤلاء الطلاب بحيث يتم امتحان الطلاب آخر كل شهر عن منهج هذا الشهر يبقى الترم الثاني هيكون الامتحان وراء واحدة فقط بتجمع جميع المواد وهيكون امتحان يوم واحد فقط لكل صف دراس وهيكون الامتحان ده في نهاية شهر مارس أو أبريل أو مايو ليتم إلغاء امتحان الترم الثاني وستكون مواعيد الامتحان المجمع لكل المواد في المواد الأساسية لطلاب صفوف النقل كالتالي يوم الأحد امتحانات عن الترم الأول يبقى بالنسبة للصف الرابع للصف الثاني الإعدادي هيكون في امتحان موحد لجميع المواد الدراسية عن الترم الأول وده اللي هو الجدول لكل يوم أو لكل مادة أما بالنسبة لامتحانات الترم الثاني هيكون في امتحان في نهاية شهر مارس عن منهج مارس في جميع المواد ورقة واحدة فقط بالنسبة لشهر أبريل وبالنسبة لشهر مايو نفس الكلام ورقة واحدة مجمع فيها جميع الامتحانات أما بالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني السنوي فقريبة بهذا الوضع إزاي؟ ستبدأ الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى سنوي من يوم 27 فبراير في لجان في المدرسة بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الثاني وامتحانتهم يوم 28 فبراير وستسير الامتحانات بطريقة تبادلية يوم أول سنوي ويوم تانية سنوي وستستمر الامتحانات حتى 9 مارس 2021 يبقى بالنسبة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الصف الأول والثاني الثانوي هتبدأ الامتحانات 28 فبراير وهيبدأ بالصف الأول الثانوي وطبعاً امتحانات إلكترونية أولى سنوي وهتكون في المدرسة هتكون الامتحانات في المدرسة يوم 27 فبراير امتحانات الصف الأول يوم 28 امتحانات الصف الثاني يوم سنة أولى ويوم سنة تانية لحد يوم 9 مارس هتنتهى الامتحانات سيتم إعلان الجدول التفصيل للامتحانات خلال الأسبوع الجد يعني وضع الامتحانات يعني العربي الإنجليزي المواد وهكذا طبعا ده لسه هيتم الإعلان عن الجدوى الامتحانات سيتم عقد امتحانات المواد غير مضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي بالنسبة للمواد الغير مضافة هيتم الامتحان فيها في نهاية العام الدراسي يعني معنى كده أن يكون الترميل مع بعض انتبه النسبة لنظام امتحان أول سنة وثاني سنة والترميل الثاني بالضبط زي ربعة وخمسة وستة ابتداء ربعة من سنة ربعة وخمسة وستة وأولى وثاني أعداد يعني هيكون في نهاية كل شهر وفي الترميل الثاني سيتم عمل امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية ومن المنزل يبقى إمتى امتحانات أولى وثانية سنة ومن المنزل اللي هي بالنسبة لامتحانات الترميل الثاني اللي هتعقط في نهاية كل شهر على التابلت أو إلكترونية من المنزل أما امتحانات الترميل الأول هتكون في لجان داخل المدرس زي ما احنا وضحنا طب بالنسبة لامتحانات السنوية العامة 2021 أكدت دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة مصرة على عقد امتحانات السنوية العامة ستكون إلكترونية لجميع أنواع الطلاق في لجان إلكترونية مراقبة على التابلت يعني امتحانات السنوية العامة هتكون على التابلت إلكترونية من المدارس من المدرس سيكون في لجنة وكنترول وقال وزير التربية والتعليم أن امتحانات السنوية العامة ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب مشيرا إلى أنه على الأرجح لن تعقد امتحانات السنوية قبل شهر يوليو يعني الامتحانات مش هتكون قبل شهر سبعة يعني من المؤقد أن امتحانات السنوية العامة هذا العام هتكون في شهر سبعة وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب السنوية العامة في شهر أبريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي بالنسبة لموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تقرر إعادة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني من يوم الأربعة عشر مارس يعني المدارس هتفتح أبوابها للترمي الثاني من عشر مارس بنفس جداول الحضور التي تم تطبقها في الفصل الدراسي الأول لتكون عدد أيام الحضور أقل ويكون الاعتماد الأكبر على التعليم عن بعد أما بالنسبة لعودة مجموعات الطقوية في المدارس تقرر عودة مجموعات الطقوية في المدارس من بعد 9 مارس 2021 ولخص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية جميع القرارات في ميله يتم عقد امتحانات الترمي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021 تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والسانوية في نهاية العام الجال في لجال مراقبة ولا مجال العقدها من المنزل أو استبدالها بأبحث بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية ستؤجل لنهاية العام الدراسي الحالي بالنسبة للمدارس الدولية تستطيع عادة حضور طلابها كل مدرسة حسب خطتها بدءا من 20 فبراير 2021 مع مراعاة الإجراءات الاحتراثية بدء الترمي الثاني بعد 10 مارس في المدارس بدون تسجيل الغياب يعني الطالب يحضر الترمي الثاني ده عادي المدرسة فتحة أبوابها ولكن لن يكون هناك تسجيل للغياب وإتاحة حق الإختيار بين حضور للمدرسة أو استكمال الدراسة عن بعد بعد كتابة إقرار من ولي الأمر يعني عشان تقعد في المنزل الترمي الثاني وما تحضرش المدرسة لابد أن ولي الأمر يعمل إقرار عن نفسه أن ابنه مش يحضر المدرسة ولكنه هيتعلم تعليم إلكتروني أو استكمال الدراسة عن بعد وطبعا لا بد من هذا الإقرار وتضمنت قرارات مجلس الوزراء أن يتم استئناف الدراسة بصورة طبيعية بعد انتهاء الإجازة على أن يسبق بداية الفصل الدراسي الثاني عقد اختبارات الترمي الأول المؤجلة وعقب هذا اجتمع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووجه بالالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة انتجار فيروس كورونا وقرر الرئيس السيسي منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب استكمال أبنائهم للعام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي وكلف مجلس الوزراء وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بإعلان قطة الدراسة في الفترة المقبلة الإصراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البناء التربوية تطوير النظام امتحانات أبنائنا في الخارج بما يحقق الكفاءة ويتصق مع الوسائل التحديثة تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس استكمال جوانب الدراسة الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر للنمو البدني والزهن للطلاب إيلا أهمية متزيدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب فضلا عن تطوير منظومة المعلومين في مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ننساش طبعا لو عجبنا الفيديو نعمل لايك وشير عشان إن شاء الله يوصلنا آخر تقرارات وزارة التربية والتعليم